مجموعة العشرين افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السعود أمس أعمال الدورة الخمسطعش لاجتماعات قادة دول مجموعة العشرين ولكن كانت افتراضياً متوجه بالحديث عبر شاشة إلى زعماء آخرين في بداية اجتماعات افتراضية استثنائية تخيم عليها جهود مكافحة فيروس كورونا طبعاً والأزمة الاقتصادية العالمية وأكد الملك سلمان أن الشعوب والاقتصادات تعاني هذه الصدمة معرباً أيضاً عن ثقته بأن الجهود المشتركة خلال قمة الرياض ستؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة جداً وأقرار أيضاً سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الإطمئنان والأمل لشعوب العالم طيب ماذا نعني بقمة العشرين وشو رح تفيدنا نحن كأفراد؟ مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين هذه الدول ووجهات ومنظمات دولية بتلعب دوراً محورياً في الاقتصاد والتجارة في العالم وبتجتمع سنوياً في إحدى الدول الأعضاء فيها من هم هذول الدول الأعضاء؟ لدينا الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند أيضاً، اندونيسيا، إيطاليا موجودة من بينهم أيضاً، اليابان المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا والولايات المتحدة وهالسنة هي باستضافة السعودية، ولكن بسبب كورونا للأسف تمت افتراضياً طيب ما هي القضايا اللي بتتناولها هذه المجموعة؟ الآن طبعاً على رأسها عم تتضافر أجهود لإنتاج لقاح لفيروس كورونا ودعم الاقتصاد العالمي وتعزيز فرص التوظيف بعد تدعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد وأيضاً بنقشوا من خلالها ملف الاستدامة والمناخ كما أن دول مجموعة العشرين ضخط 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي وأسهمت بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد اللي أصاب يعني نحو 55 مليون شخص على مستوى العالم وخلف نحو 1.3 مليون حالة وفاة فمثل ما عم نشوف كل الجهود عم تتضافروا ولكن جميل جداً أن نشوف هاي السنة الاستضافة كانت في الرياض ولكن تمت افتراضياً بسبب فيروس كورونا